نصرة الأخبار من قناة ليبيا الحداث أهلاً لكم أستاذ عبدالقادر نعم كيف تبعت بيان السفارة الأمريكية بخصوص الاقتصاد الليبي وكيف كان رد وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة عليه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أولاً أشكرك أستاذ عبدالقادر وأشكر القناة على الاستضافة كما أحيي الأسجاد المستمعين والمشاهدين بدايةً وزارة الخارجية لم تقصر كعادتها في الردود على مثل هكذا بيانات سواء من السفارة الأمريكية أو من غيرها ولكن كما تعلمون أن الدبلوماتية أسالي بها الخاصة بها التي تتحاشى فيها بعض الكلمات المحسوبة عليها وحظتك سألتني عن رأي شغطي إذن نحن نتحدث الآن عن رأي المواطنين بشكل عام وعن هذا البيان أنا أرى أن هذا البيان الصادر عن السفارة الأمريكية به العديد من المغالقات وفي نفس الوقت يتحدث عن مطالب القوات المسلحة ولكن هناك بعض التضارب مثلاً على سبيل المثال العنوان في حد ذاتي سفارة دولة الولايات المتحدة تعرب عن اندعاجها من التدخل الأجنبي ضد الاقتصاد الليبي هذا العنوان يعتبر نوع راكيك جداً لأنها وكأنها هتمت ببيع النفط عن استدباب الأمن مشكلتنا الأولى هي مشكلة أمن وليست مشكلة بيع نفط وتحولت الرقعة الجغرافية لليبيا مليون وسبعمائة وخمشين ألف كيلومتر وكأنها تحولت إلى ليبيا إلى أمريكا وكأنها كلها مواني نطية فقط يستتبه الأمن كهذه المواني ويباع النفط وباقي ليبيا ليس لن بها علاقة النقطة الثانية تقول النغارات مرتزقة الفاغنر على مرافق المؤسسة الوطنية للنفط وكذلك الرسائل المتضاربة المتضغة في عواصب أجنبية والتي نقلتها انظر إلى الصديقة والتي نقلتها ما تسمى بالقوات المسلحة العربية هذا أيضا أيهما يستحق بالإدانة مرتزقة الفاغنر الذين لم تعترف فيهم روسيا ولم نرى إلا بعض الصور المفبركة أم مرتزقة أردوغان الذين وصلوا بالألاف باعتراف المرسد السوري وباعترف أمريكا نفسه باعترف حتى أردوغان تسمية ما تسمى بالقوات المسلحة العربية الليبية فلتريني أمريكا أي جيش وأي قوات مسلحة تريدها داخل ليبيا أم أنها تريد جيش تفصيل حتى بهوها النقطة الثالثة تقول وهي الثالثة والرابعة وهذا ما طالب بالقوات المسلحة عرقلة التطقيق الذي طال انتظاره للقطاع المسلحي والنقطة الرابعة ضع دعم الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز أليس هذا ما تحدثت عنه القوات المسلحة تريد عرقلة التطقيق الذي طال انتظاره أليس المسلح الذي يسمونه موازي فتح أبوابه والذي يعطل هذا التطقيق هو الصديق الكبير لأنه يعلم أنها ستتعرض توقاته وتوقات من يتعامل معه حتى من الإدارة الأمريكية نفسها لأنهم يعلمون أن هذه الارضات كيف صرفت وأين صرفت دعم الشفتية في إدارة عائدات النفط والغاد أليس هذا ما تطالبه القوات المسلحة تريد أن تعلم بكم بيع ويقول أن هناك حساب مخصص وتوزع هذه العائدات الشفتية استخدام لفظ التلاعب الأجنبي هذا أيضا نفظ لا يليس استفارة أن تقول تلاعب أجنب على الدول الأخرى النقطة الأخيرة تقول من يتشبثون بالتفعيد العسكري سيواجهون العزلة وحطر العقوبات نحن نقول الجيش ما فق على العملية السياسية ومن هنا ومن هناك وعن طريق مجلس النواب وغيره ونرى كل يوم تحشيد جديد وتفريحات جديدة مما يسمى بحقومة المفاق ومن أردوغان وأنهم يدخلون إلى سرس وأنهم 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 إذن هناك تضارب كبير جدا جدا بين هذا التفريح أو هذا المشور الذي يتضر عن إدارة الأمريكية وبين الواقع الذي نعيشه والحياة وبالتالي لا يوجد أمامنا إلا هذا الخيار الخيار للعمل السياسي وفي نفس الوقت نتمنى الأفضل ولا تنجز أن نستعد للأسوأ نعم أخير نفى من قولك أن هذا البيان بمغلطات ومتحيز نوعا ما بشكل كبير جدا واضح يعني عندما تقول أنت أو تقول عصنا تقول الإدارة الأمريكية فتقوم بالعزلة وخط العقوبات والتهديد بمن يتشرفون بالتفعيد العسكري نعم نحن مع هذا نحن نجي يطالب هذا انظر من يطالب بالتفعيد العسكري وعاقده وقم عليه الحجة بالدليل عندما تقول أن هناك عرقلة للتفعيد الذي طالب ارتضاره في المطرف المطرفي انظر من يعطل وعندها حاسبنا نحن من مطالب هذه المطالب وليس أنت إدارة أمريكية ولكن الطرف الآخر الذي تتحيزين له كالإدارة وكالإدارة هو من يقوم بهذه العقلة فإذا قوم الآن إذا أرقب هذا بمحاسبة نعم إذن المحلل السياسي الأستاذ حسن الحبوني كنت معنا مباشرة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك